في حالة التسمية النظامية للألضحيظات تعامل كأنها مشتقات من الألكانات مع تغيير النحاية E في اسم الألكان إلى AL كما يصحر في المثال مثال الثاني المثال الثالث في حالة احتواء الألضحيظ إلى مستبدلات نرقم أطول سلسلة بها مجموعة الألضحيظ بحيث تحمل مجموعة الكربونيل الرقم واحد ثم يكتب الاسم أسماء المستبدلات في بداية الاسم تحمل أرقام تحدد مواضعها مع ترتيبها أبجديا For unsaturated aldehydes أي الألضحيظات التي بها روابط ثنائية أو ثلاثية يغير الانفكس AN في اسم الألكان AN إلى EN إذا كان الضحيظ يحتوي على رابط ثنائية أو YN إذا كان الضحيظ يحتوي على رابط ثلاثية كما في المثال الأول الضحيظ به رابط ثنائية يبدأ الترقيم من مجموعة الكربونيل وبالتالي تكون الرابط الثنائية في الموقع اثنين المثال الثاني الضحيظ به رابط ثلاثية أما في حالة الضحيظات التي بها حلقات فتضاف كلمة كربلدهايد بعد اسم الحلقة كما في المثال الأول حيث أن الحلقة السداسية مشبعة تسمى سايكل حكسان ثم تضاف لها كلمة كربلدهايد مثال الثاني بنزين كربلدهايد مركب يحتوي على حلقة أروماتية هي حلقة البنزين تضاف لكلمة بنزين كلمة كربلدهايد في أصبها الاسم بنزين كربلدهايد هذا المركب له كومن نيم تعرفنا عليه في الأروماتيك كومباونز يسمى بنزلدهايد أما تسمية الكيتونات فتعتمد على اختيار أطول سلسلة تحتوي على مجموعة الكربونيل ترقيم السلسلة بحيث تحمل ذرة الكربون في الكربونيل أقل رقم ممكن وأيضا تغير السفكس بإسم الألكان المقابل إلى O-N-E كما في المثال بروبانون حيث أن المركب به ثلاثة جرات كربون يصبح اسم الألكان المقابل بروبان نغير النهاية E إلى O-N-E المثال الثاني كيتون به مستبدل نختار أطول سلسلة نرقم من اليسار بحيث تحمل كربونة الكربونيل الرقم الأصغر ثم نحدد موضع المستبدل وهو في الموضع أربعة يصبح اسم أربعة مثال اثنين بنتانون كذلك المثال الثالث ثلاثة ثلاثة داي ميثائل اثنين بيوتانون الترقيم من اليسار يصبح في المركب مستبدلين هما مجموعتين ميثائل في الموقع ثلاث